مستشار النمسا يشجع على الترحيل إلى مناطق أمينة في السورية ولم الشمل يشكل التحدي الأكبر يا سيد الكريم القضية هون القضية أنه بدلا ما تفضلت فعليا كل يوم التاني أو كل أسباب الأحرى فعلا هذا الخبر لازم يكون مرافق لأنه بقراءتنا الإخبارية أو بنشراتنا الدورية على مختلف الأحسادة مرة يطلع وزير الخارجية مرة يطلع وزير الداخلية الداخلية الخارجية ما لا علاقة الداخلية فعليا الداخلية وزير الداخلية جرهات كارنر والحالية اللي دخل على الخطوة المستشار النمساوي فيعني بصراحة على ما يبدو العزف على هذا النغم له ما له في الأيام المقبلة أعتقد في أعتقد في الشهر المقبل أو في هذا الشهر يوجد مؤتمر ما ترعاه الدنمارك والنمسا لماذا يا سيد الكريم لدراسة التجربة الرواندية أو بالأحرى البريطانية بريطاليا قالت سترحل اللاجئين إلى الرواندا مش قالت هي رحلت بالفعل للرواندا نعم أقرت الموضوع يدرسوا التجربة يدرسوا شو أمكانية تطبيق هذا الموضوع يدرسوا مين هي الدول المساعدة تعرف مين هي الدول المخطوطة على رأس القائمة فعليا لتنفيذ التجربة الرواندية فيها يا تونس سيتم ترحيل اللاجئين بتوصل على النمسا بتوصل على أي مكان طبعا رح تتاخذ مثل ما أنت وتروح على تونس سيتم بناء معسكرات مغلقة داخل تونس لدراسة ملفات اللجوء هناك وبناء على دراسة ملف اللجوء بتم إحضارك يعني إرجاعك إلى الدولة إيجابي بيأخذ دولة إيجابي بييجي فبالتالي فبالتالي الموضوع خطير جدا لا يعني أنه رح يصير لا يعني أنه رح يتمرر لا يعني أنه هذا المؤتمر يعني فعليا رح يقدر يحقق يعني ليك الدنمارك صار لسنين بتحاول أن تعمل هذا الشيء ولكن ما قدرت تعمل بس المصيبة وين أستاذ الكريم المصيبة أنه الكارثة الكارثة في سوريا ما زالت قائمة الحرب الأهلية السورة سميها شو ما بدك اللي عمس معنا سموها شو ما بدكون الحرب إن كانت من خلال النظام ولا موارضة ما زالت قائمة فلماذا يا اتحاد أوروبي يا نمسا يا كارني هامر يا جرهات كارنر يريدون إجبار الناس على أن يبقوا هناك في هذه المحرقة سوريا اليوم محرقة يا سيد الكريم محرقة بكل ما تحمل كلام من معنى وباعتبار أن أوروبا والأمم المتحدة والدول المشتركة فيها ومسؤولة عن إحلال الأمن والنظام في سوريا التي هي أيضا عضو في الأمم المتحدة يجب أن يكون هناك حل لا يجب أن تهدد هؤلاء الضعفاء اللاجئين بغض النظر المجرمين قتلي شو ما كانوا يكونوا مؤجولة هون هربي من حروب إلهم آلية تعامل خاصة أما ترجع تحملهم وترجعهم لا يا حبيبي يا سيد نيهامر أتمنى أتمنى أن نسمع يعني أقتص بالمجرمين أنا ما عم أقول لك يا سيدي أنا ما عم أقول لك يقتص ولا شيء أنا ما في مجرمين أصلا أنا أرفض هذه النظرية اللاجئين والسوريين من أروع ما يكون وأبطال هيك أنا أحكيك يا أبطال وأنا أتمنى أبطال بكل ما تحمل كلامها وناجحين وحققوا مكاسب وفتحوا شركات وعندهم أعمال وشهادات يا سيد الكريم السيد نيهامر تريد أن تكون بطل أعمل على حل سياسي في سوريا أعمل على على إحلال حل معين افتح مؤتمر افتح مؤتمر لمحاصرة الإرهابيين الموجودين في سوريا والتي تدعمهم النمسا شو رأيك بهذا الكلام النمسا تدعم إرهابيين في سوريا لن أسميهم ولكن الجميع يعرف من هم الإرهابيون الذي تدعمهم النمسا وغيرها والاتحاد الأوروبي يدعم إرهابيون مصنفون على قوائم الإرهاب يا سيد الكريم أي بس هيقول لك يدليلك والله هذا قصة تانية من أعمل فيها حلقة ومن أعمل فيها ومن فندها ومن جيب 3-4 خبراء ونكون أنا وإنت عما نقدمها نحكي فيها من يريد أن يحل المشكلة يعالج أصل المشكلة لا يعالج نتائج المشكلة نتائج المشكلة هم اللاجئون أسباب المشكلة هو الإرهاب الموجود بسوريا يعني كان من خلال نظام الأسد وغيره والإيراني والروسي والداعش والنصرة والجماعات الإسلاموية التي تدعمها أوروبا وغيرها فلن يحل المشكلة يروح عن البطولة يحل المشكلة هناك مو بتحلها على أكتاف اللاجئين اللي هربوا وبدأون يلموا شملهم ويعيدوا بناء حياتهم هون فهذا الكلام بصراحة مغرد ولن يتحقق وإن تحقق سيحدث مصيبة في النمسا وغيرها طب على ذكرك لجيارد كارنر احنا عملنا عملية استطلاع رأيه هنا وكان السؤال هل تعتقد أن وزير الداخلين نمساوي جيارد كارنر سوف يستطيع تطبيق تطلعاته بترحيل اللاجئين إلى سوريا اشترك معنا 452 شخص 70% قالوا لا 30% أو 30% قالوا نعم شايف يا سيد الكريم 452 70% بقال لك يعني ممسدقين لكني هامر ولا كل الوزير المستشار النمساوي ولا كلها البروبيجندا يعني فعليا هذا بيأكد لك أنه في وعي اليوم عند الشاب السوري أو يعني قد السوري باعتبار هذا بتصور الغالبين يفترض مشاركين في سوريين 452 طبعا يعبروا عن شريحة واسعة لا تقل عن 80% من السوريين الموجودين في النمسا 452 سيدي ما هيك ما لنسبة لي هو الاستطلاع لازم حتى ياخد يعني صبغة قانونية أفضل يكون لازم 600 مشارك 452 يعبر عن 80% بشكل أو بآخر 70% بقل لك لا ما رح يرحل وهذا الواقع وهذا الواقع وإن رحل وإن رحل يا سيد مشاركين نحن ما نطيل بالأمر وإن رحل سيتم ترحيل فئة المجرمون والمضانون وهدولا فليذهب إلى الجحيم ما حدا مكترس فيهم ترجمة نانسي قنقر